الشيخة موزة كانت نصر 8 عام 1959. هي ابن ناصر بن عبدالله بن علي المسند في المنزل قطر في قطر. هي مصر إلى المسند الذي أصبح مصرًا لأنه مصرًا لأحدث من أجل المسند المسند مع قرارة الثاني المسند. ولدت الشيخة موزة بن ناصر بن عبدالله بن علي المسند. في الثامن من أغسطس لعام 1959 في مدينة حور بدولة قطر. وهي تنتمي لعائلة المسند التي زاع سيطها قونها من أشد العائلات معارضة لحكم عائلة آلة ثاني. بعد أن ابنسها كانت File from the Compulsory Prison في هاتف للمسند أجل الأعياء منها. ابنسها إلى كويت في 1934. بعد خروج والدها من السجن الإجباري الذي قضى فيه سبع سنوات هاجر والدها إلى الكويت عام 1964 ثم عاد والدها مع أسرته إلى قطر وحاول وقتها أمير قطر الأسبق خليفة آل ثاني أن يوطد علاقته مع أعدائه ومعارضه فتم ذواج ابنه حمد إلى موزا بن تناصر حتى يضمن مساندته له في الحكم موزا كان موزا 18 سنوات كان ثلاثة عامد بن خليفة آل ثاني وقد عملتها لإمكانها على كل شيء يتعلق بالقناة في قطر وتمت مراسم الزفاف عام 1977 وكانت موزا صاحبة الثمانية عشر عاما زوجة ثالثة للأمير حمد بن خليفة آل ثاني وعملت على فرض سيطرتها حول كل ما يخص الحكم في قطر حيث بدأت في إبعاد أبناء زوجها المحتملين عن الحكم حتى يتسنى لأبنائها حكم البلاد بعد أبيهم فقد أنجبت له سبعة أبناء كما سعت للحصول على العديد من الشهادات الدولية فقد نالت الباكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة قطر لعام 1986 الوصول على العديد من الشهادات الدولية جاسم قمت على قطره تميم بن حمد بن خليفة ومع ذلك المساعدة في عام 2013 عندما يتسنى الوصول على أبيه ومع قطره تميم في طريق 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 الشيخة موزا عملية بينهم لكي تساعد الوصول على قطر بينهم وقام وقام الابن الأكبر جاسم بالتنازل عن الحكم لأخيه تميم بن حمد بن خليفة وقد أعادت تاريخ نفسه عام 2013 عندما انقلب الابن على والده واستلم تميم الحكم بطريقة ناعمة وعملت الشيخة موزا كعامل وصيد بينهما لانتقال الحكم بينهما وكانت هي السلطة الحاكمة من خلف السطار وقامت بإبعاد أي سلطة نسائية عن المشهد السياسي في قطر بمن فيهن ابنتيها والزوج الأولى والثانية لذوجها لذلك كانت هي الأولى 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 في قطر المتحدة في الوقت المتحدة بالتعلم من بسيطة والعينة فقط تفعل ذلك لكنها تقوم بتحديد طريق المنطقة لذلك وقد قلت دهماً لطفل المدينة في المنطقة المنطقة فقط لتصبح الحكم منهم قام بها بالطبع لذلك كانت هي المدينة بعد الإسترنتي في القطر وبذلك أصبحت أول امرأة عربية تحكم دولة قطر في العصر الحديث فهي داهية سياسية وقمة في الزكاء ولم تكتفي بذلك بل استمرت بحصد الشهادات الدولية حيث قامت بافتتاح فرعين لجامعتين أمريكيتين على نفقتها الخاصة فقط كي تتسلم منهما شهادتين فخريتين بالإضافة إلى أناقتها الشكلية فهي العقل المدبر لإدارة إمارة قطر وقد حققت حلم عائلتها في حكم إمارة قطر هي فارمد مني أليانس within her husband's family in order to ensure the stability of his rule the first of which was her husband's cousin برنس حامد بن جاسم she appointed him minister of foreign affairs and prime minister she also brought foreign protection to consolidate her new rule so in 1996 she presented العديد land in southern Qatar to the United States of America to establish their largest air bath in the region كما قامت بتشكيل العديد من التحالفات داخل عائلة زوجها لقي تضمن استقرار حكمي وأولهم ابن عم زوجها الأمير حمد بن جاسم فعينته وزيرا للخارجية ورئيسا للوزراء كما سعت لجلب الحماية الأجنبية لتوطيد حكمها الجديد فقدمت عام 1996 أرض العديد جنوبي قطر للولايات المتحدة لإنشاء أكبر قاعدة جوية لهم في المنطقة في المنطقة جزيكية لتضمن الجزيرة عمل العديد من سنة من أجل ملايين فيها جزيكية عارض المنطقة ثم حصلت إلى قصصة سعيدة في تركيا فقد فعلت أمانيا مع أدوغان ثم موزة تظهرها كم نجزيكية وفي اقتراح منها تم افتتاح قناة الجزيرة عام 2019 برأس مال مقداره 4 مليارات دولار وعندما وصل حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا عقدت تحالف مع الزعيم اردوغان ثم قامت بتقديم نفسها كسيدة اقتصادية فملكت مجموعة بي ان لأحد مساعدها وهو ناصر الخليفي وأسست مؤسسة قطر الخيرية والتي تبرعت من خلالها لمؤسسات غربية وحكومات كثيرة في العالم لكي تصبح المرأة القطرية الحديدية صاحبة السيطرة والقوة شيخál موزي salary Dunk Zoola and only controller as the head of all government institutions and councils in addition to allentianable and cultural institutions in Qatar she made herself assemble defunding education and providing equal opportunities for education for everyone كما جعلت الشيخة موزا نفسها متحكمة أولى ووحيدة على رأس كل المؤسسات والمجالس الحكومية وكل المؤسسات الخيرية والثقافية في قطر وجعلت نفسها رمزا مدافعا عن التعليم وتوفير فرص متكافئة للتعليم أمام الجميع كما تم اختيارها عضوا في أكاديمية الفنون الجميلة بفرنسا ومبعوثا خاصة للتعليم الأساسي والعالي للأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وقد كنت أيضا عن صورة الإنرنشانية في إراك في 2003 وقد كنت وجدت عدن شرابات والعبارات عن الشيخة وفرصات في العالم فمائلين من أورفانين و أولادرين. إنها أصدقى أفضل المساعدة والمساعدة المساعدة والذي بها إعجابة ومساعدتها تساعدت بشكاتر في قطار في القطار في عام 2022. إنها أرسلت لإمكاني الففا أفضل ويحن أخيرا، 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 جميعا، أخيرا، لقد أخذتها لتحويلة لتحويلة هذا، ويقدر أيضا، تفايلة إلى تجربة المنزل، ويقدرين أخذتها لأن تحويلة التحويل لتفايلة في المنزل من قطرة فيها حقاة لتحويلة. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصل كل جديد